بداية نشرتنا اليوم الاثنين أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة هنأه خلاله والشعب القطري الشقيق بافتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وأعرب سموه عن تمنياته بالتوفيق والنجاح في صدافة هذه البطولة العالمية التي تعد إقامتها في المنطقة إنجازا كبيرا لدولة قطر والعالم العربية